لم تحل جائحة كورونا بصعوباتها وإكراهاتها دون إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية بالمغرب في موعدها وفي نفس اليوم معطن يجد تفسيره في جهود كافة المتداخلين لمواجهة الجائحة ويواكد في الآن ذاته عمق الممارسة الديمقراطية وندج البناء السياسي المغربي فوسط إجراءات صحية احترازية من قبيل ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي واستعمال مواد التعقيم توافد الناخبون منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على صنادق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وحسم اختياراتهم بين أقرب البرامج لأنفسهم وأكثر المرشحين قدرة على تحقيق طموحاتهم حرص على مرور عملية الاقتراع في احترام تام للتدابير الاحترازية يوازيه حرص مماثل على تكريس حق دستوري وواجب وطني تجسيدا لمواطنة فاعلة ويساما في تدبير شأن العام وبالتالي في مغرب أفضل للجميع ولعل هذه الجهود تكشف السعي الحثي تألي المملكة من أجل ربح هذا الرهان الديمقراطي والصحي وذلك من خلال ضمان استمرارية المؤسسات بحرصها على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في أجالها المحددة فضلا عن اتبات تكريس ريادة المغرب في محاربة الجائحة اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في موعدها وفي وقت متزامن رغم السياق الصعب الذي فردته جائحة كورونا يجسد واجهة أخرى من سمود المغرب ونجاحه في مواجهة جائحة لا تبقي ولا تضر إنفاند كات عبدالمغد صبيح الرباط